موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكلمكم النهاردة عن شجيرة جميلة جدا هي شجيرة نبات البستاشيا البيضة السيتريم دورينيوم الشتلة دي مستديمة الخضرة يعني تبقى خضرها طول السنة على طول الشجيرة مستديمة الخضرة طبعا في الصف هي بيبقى خضرها جميل وهي بيصل ارتفاعها لحوالي ثلاثة التفرعات بتاعتها بيكون كتير ودايما التفرعات بتاعتها بيكون من طاعة من تحت. يعني الشجيرة دي زي ازهار بيضة وفي منها اصفر وفي منها هي من الشجيرات اللي بيسموها شجيرات صديقة للبيئة يعني شجيرة دي اصلا اه كويسة اه للبيئة كويس من حاجات الكويسة والشجيرة بممكن اعمل منها اصوار ممكن اعمل منها اشكال في الجنين عندي اه ممكن اخلي الصور بتاع الجنين عندي كله من الشجيرة ديت بس طبعا بيبقى بحتاج تقليم علشان ازبط الصور. الميزة فيها انها اه بتبقى لها ازهرها لها ريحة. فبتعمل المنطقة ريحة جميلة كويسة. طبعا الاستياجة الاستياجة كتير اولي احنا قلنا منها اه الجوهنمية السياج جنيل بس بيزهر بيعمل ازهار احمر وصفر وابيض ازهارها جميلة وفيه اسياجة كتيرة فيه ياسمين زفر بس مش آآ آآ مش بيطلع زهرة زي الزهرة دية ازهر ياسمين زفر ملاحشها حلوة. آآ فيه اسياجة كتير دايدونيا بس ما عايزها خالص دايدونيا. وبتبقى عايزة ارض كويسة. فدي من الشجيرات دي الشجيرة دي من الشجيرات الجميلة اللي سحتي التكاثر بتاعتها ونحن نعملها اكسار بسهولة. التكاثر بتاعها آآ يعني انا لو زرع عندي في الجنينة وعايزة اعمل منها اكسار وازرع منها منطقة تانية حط فيه في منطقة تانية. التكاثر سهل جدا وهو بيكون بالعقلة. يعني اعمل عقلة بطولها خمساشة عشرين سنتين. وازرعها في مكان يكون فيه في شهر في الربيع طبعا. ومكان جو هلو نظيف. آآ بتنجح العقلة على طول وجميلة وما فيهاش مشكلة. مشكلة دي زي ما قلنا ان هي من السياجة الجميلة اللي احنا بتحبها. وبيتستخدم في الحضائق العامة والمتزاهات اللي احنا بنروحها. ويلاقيها كتير محطوبة كالسياج مزهر في الحضيقة جميلة. وممكن تزرع هي بيطلعها بزرع كمان الزهور بتطلع بزرع. ممكن او جماعنا البزرع نزرعها بالبزرع. الراي بتاعها انا مش ما عنديش مشكلة في الراي بتاعها. آآ مش بتحتاج راي غزير. بس كمان ما اقدرش آآ اخل الارض عندي تنشف. يعني لازم الراي آآ بطريقة آآ بشيء متوسط. ما في الحر وخصوصا في الايام اللي في الصيف. بنرويها للصبح وبنرويها على المغرب كده. الافضل دلوقتي للراي. علشان ما ينشفش النبات مني. آآ بالنسبة للتسنيد مش محتاجة تسنيد كتير. لو انسى متى مرة كل تلات شغور اربع شغور. آآ ان بيكيه السماد متعادل. يكون كويس ليدا. آآ الجاوب نزرعها في الصيف. يعني يفضل ميات الزرع. آآ كاسية في الصيف علشان النبات يقوى. وآآ اهم حاجة لانا ما اعرضاش للرياح جامدة ولا حر جامد. الحر ورياح الجامدة ديك ما خليش الشتلة مواجهة لها مباشرة. آآ وان شاء الله بكونوا استفادتم من الموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.